مرحبا فيكم يسعد وقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة كويسة أضخم خمسة عطور يعني أداء أنواع فخامة من اختياراتي ولكن العطور ما بتخلص والأزواء ما بتتشابه وكتير كتير من العطور الموجودة أكتر بكتير طبعا من خمسة يعني ألاف العطور اللي أثبتت جدارتها ولكن الفيديو لا يتسع إلا لا خمسة عطور رح أذكركم ياها على التوالي بس برجع أنه هاي من اختياراتي ويعني أرجو أن ترتقي لزوءكن وكمان بتمنى منكم أنكم تشاركوني أفضل خمسة عطور لكم بالمرحلة الأولى وبدون ترتيب عطر بلغري بلاك مان اللي هو أدو برفيوم وعطر زهري للرجال أصدر عام 2014 بالمقدمة التوابل وتبغ الروم وبالقلب الجلد ومسك الروم وزهور السوسن وبالقاعدة خشاب القباك والجاوي والتونكا بالمرحلة الثانية البور اكس اس من باكوربان نايت برجن النايت وموجود العادي ولكن هذا النايت ادو برفيوم مقدمة الزنجبيل وبالقلب الفنيليا والكاكاو والقرفة وبالقاعدة المر والكراميل بالمرتبة اللي بعدها جايبور بور بوشرون بور اوم بوشرون طبعا الجايبور بعتقد نسخة الأدو برفيوم والعادي أو البور اوم العادي كمان أثبت جدارته رح نقول مقدمة العطر طبعا أصدر عام 98 مقدمة البرقاموت الزيزفون والحبهان الليمون والقلب زهر القرنفل القرفة الياسمين والورد وفي القاعدة التنكل بتشولي الجاوي وخشاب الأرز اللي بعدها الأدو برفيوم الواي من إيف سالورا العطر رائع جدا يعني بحبه كتير عرفي يعني جربته على ايدي أعطصبات كتير حبه ولكن بحبه كتير عرفي بحس دايما يعني عم يفوح وعم يعطي إداء كتير حلو وطبعا أطلكن العطور هذي بدون تكتيب العطر فوكير للرجال تم أصداره عام 2018 مقدمة البرقاموت زنجبيل التفاح وفي القلب المرمية وتوت العرعر وزهور إبرة الراعي وفي القاعدة نجيل الهند أخشاب الأرز الأقرعود واللبان والتونكا بآخر شيء طبعا مو آخر ترتيب بالآخر العطر يعني الغالي كتير على قلبي اللي بحبه وما بحب أنه يخلص من عندي أبدا اللي هو توم فورد أودوود انتنس ونسخة الأودود العادية كمان يعني من المفضلات عندي واثنين يعني تقريبا بتشابهوا بالأداء عطر شرقي للرجال والنساء أصدر عام 2017 في القلب والمقدمة طبعا وفي القاعدة العود وحشيشة الملاك الجار السر والزنجبيل العرعر والقندس طبعا كل هاي النوتات اللي عم أرى لكم إياها هي نوتات يعني بس لا يعني الإعلان التجاري عن العطر أكتر من أنه هو يعني الحقيقة اللي موجودة بهذا العطر من العطور الشبيهة لتوم فورد أودوود هو البرزاتشي فور أوم ودنوار يلي أصدر عام 2013 ومقدمة البرتقال المر وزهر البرتقال الفلفل الأسود وبالقلب الحبهان الزعفران اللبان وفي القاعدة العود باتشولي ولوذر وود طبعا كمان هي من النوتات التجارية اللي بس للإعلان التجاري مو أكتر هيك كانوا خمس عطور من العطور اللي جربتها وكانت قوية جدا وسباتة رائع وأداء جميل وحصلت فيها على كتير يعني إطراءات وأرجو منكن بالوصف تحت الفيديو تشاركوني خمس عطور من عنكن وإن شاء الله ما تكون يعني طولت عليكم ومحب تلقلكم وبفيديو آخر إن شاء الله رح أعمله خصوصي بس تحطوا الأسئلة تبعيدكم ونرجع نعمل شيء نجاوب عليه محب تلقلكم كونوا بخير وأمان الله